يا اهلا وسهلا بكم النهاردة بنتكلم عن مميزات وعيوب طائر الضرة الهندي طبعا طائر الضرة الهندي بيتميز بان هو طائر قوي جدا يعني انت معاك طائر قوي جدا لابعد الحدود يعني منعته قوية جدا الطائر ده يتحمل الحر شديد جدا وده عن تجربة يعني الطائر ده بيتحمل الحر شديد جدا قد يصل الى يعني اربعين درجة يعني انت لو انت حطه حتى في البلكونة ودي عن تجربة يعني بعض الطيور لما الحرارة بترتفع الطيور دي بتموت بتتخنق ويحصل لها اختناق وبتموت وبحصل لها اجهاد حراري لكن طائر الضرة الهندي بيتميز بقوة رهيبة جدا يعني حتى انا جربت هذه التجربة طبعا يعني انا بقول لا انصح ان انت تتعرض الطيور للاجهاد الحراري لكن انا جربت فعلا ان الطيور الضرة الهندي وكنت حاططهم في جو حر جدا وكان درجة الحرارة 40 ولاحظت ان الطيور ما عندهاش اجهاد حراري وما طبعا كانوا محتوطون في الضل لكن الطائر ده بيتميز بقوة فريدة في تحمل الحر الشديد بخلاف الطيور التانية اللي بيحصل لها اجهاد حراري جديد جدا ويحصل لها نهاجان وطبعا ما بتتحملش الحر الشديد ايضا هذا الطائر بيتحمل البرد بيتحمل البرد الشديد جدا برضك يعني حتى انت لو انت حطه تحت درجة خمسة او درجة سبعة مثلا بالليل فبتلاحظ ان برضك الحيوان دوت ايضا هو قوي جدا يعني من الحيوانات القوية جدا يعني مثلا عندك الكوكتيل او الاسترالي او الفشر والروز يعني بتلاحظ ان هي ايه منعتها اقل بالنسبة مقارنة بهذا الببغاء دي اول ميزة الميزة التانية ان هذا الببغاء بيأكل فواكه يعني انت ما تحملش همه يعني انت مثلا لو انت ما عندكش علف بلكم او فلارس ممكن تقدم له الاكل اللي هو اللين الاكل اللي هو الفاكهة لانه بيعتمد اعتماد كبير على الفاكهة والخضروات ايضا من مميزات هذا الطائر ان هذا الطائر يعني بتلاحظ انه هو يعني من الحيوانات اللي عندها القدرة على الكلام والكلام الواضح يعني بتلاحظ عنده قدرة واضحة جدا على الكلام وممكن يحفظ كلمات كتير جدا طبعا عن تجربة قد يصل يعني بعض الكلمات اللي يحفظها الببغاء دوات يعني قد تصل من 8 الى 10 كلمات ممكن يحفظها بسهولة جدا يعني ممكن السلام عليكم مرحبا دي كلها ايه يعني كلمة يعني نعتبرها كلمة فهو طبعا بغبغاء يعني كويس جدا يعني في المهم كله الامر بيرجع للمدرب دي مميزات الطائر يعني طائر كويس الطائر ده بقى من عيوبه انه انتاجه قليل يعني مقارنة بغيره يعني احنا مثلا لما ناجي مثلا للصن كونيور مثلا او ناجي مثلا للكوكتيل او ناجي لأي بغبغاء تاني فهللاحظ ان بعض البغباغوات التانية مثلا ممكن تنتج مثلا ايه ثلاث او اربع مرات في السنة انما الضرة الهندي ممكن ينتج مرة او مرتين ديت يعني ده الطبيعي يعني فيه بعض الناس يقولك مثلا ايه ده هو انتاج عني عندي مثلا ثلاث مرات يعني دي حاجة ندرة او فيه ناس مثلا تقولك انتاج عندي في السنة اربع مرات لا 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 دي حاجة يعني يعني مش يعني ايه ده رزق طبعا أولا وأخيرا لكن الطبيعي لبغبغاء الدرة أنه بينتج مرتين اتنين في السنة ده يعني ده نأنتج لأنه طبعا إنتاجه بيكون صعب وده عيب من عيوب هذا الببغاء فإنتاجه مقارنة بغيره من البغبغوات فبنلاحظ أنه إنتاجه أليل أنا بتكلم على إيه يعني بعض البغبغوات لأنه طبعا الكاسكو أو كده برضا إنتاجه أليل برضا ده عيب من عيوب أيضا من مميزات الضرة الهندي يا جماعة أنه هو بغبغاء يعني أنت معاك بغبغاء كويس جدا بيتكلم كويس يعني حلو جدا ولعب جدا وجميل جدا ومع ذلك باللاحظ باللاحظ أيضا أن سعره رخيص مقارنة بغيره يعني هو رخيص جدا يعني أنت معاك بغبغاء كويس جدا بيتكلم وشكله جميل جدا طبعا إنت يعني مثلا الفرد اللي هو تأكيل يدوي مثلا ممكن تلاحظ مثلا احنا عايزين له التأكيل اليدوي عشان يتكلم معنا فهتلاحظ مثلا التأكيل اليدوي مثلا الفرد مثلا هتلاحظ أنه بعمل مثلا يعني 1800 جنيه يعني تقريبا بما يعد لي مثلا إيه 90 دولار أو 80 دولار أو 100 دولار يعني كحدة أقصى يعني لو عمل 1200 جنيه يعني يعني 100 دولار أو 90 دولار فانت معاك يعني بغبغاء رخيص ب1800 جنيه فرد لسه تأكيل يدوي أو طبعا ده يعني بتتفاوت الأسعار يعني ممكن تلاحظ مثلا واحد عارض مثلا فرد تأكيل يدوي مثلا سعره 1000 جنيه فهتلاحظ ان انت معاك بغبغاء جميل جدا وعنده قدرة على الكلام وقدرة قوية جدا ما شاء الله يعني زي ما احنا شايفين كده نجي نبص اللاحب ان البغبغاء ده كويس جدا ومع ذلك سعره كويس مقارنة بغيره يعني احنا بنشوف مثلا بعض البغبغوات مثلا بتوصل مثلا لتمانية وعشر تلاف وعشرين الف كمان يعني انت معاك بغبغاء سعره كويس يبقى ده ميزة ايضا من مميزات تربية الضرة الهندي من عيوب الضرة الهندي ان زوء نصوته ممكن يكون يعني مزعج شوية لو انت بتربيه مع الطيور الاخرى يعني انت لو بتربيه مثلا مع كوكتيل أو كده فبنلاحظ ان الدرة لما بتصدر الصوت فممكن تلاحظ ان الطيور كلها بتخاف فممكن نلاحظ ان الصوته يعني قوي يعني فيه بعض الازعاج شوية لبعض الطيور الاخرى لوuman كانش فيه الطيور اخرى وانت مربيه لواحده مافيش اي مشكلة خالص بالنسبة لك فهتلاحظ ان صوته كوس بالنسبة لك ولو مفيش طبعا جيران بتتأذى من الموضوع ده طبعا الضرة الهندي يعني طائر بيحب يعني بيأتي بالتدريب وبيعمل حركات كويسة جدا ايضا عنده قدرة عالية جدا في مقاومة الامراض يعني انا تقريبا كده انا الوقتي النهاردة مثلا بقالي مثلا يمكن هو اتداخل مثلا في 6 سنين برب طبعا الضرة وبلاحظ يعني لاحظت حاجة غريبة جدا ان في بعض الطيور مثلا لواني برب كوكتيل او كده الطيور ده بتتعرض ساعات للامراض والاصابة بالبرد والاصابة بمشاكل تنفسية وكلام ده كل لكن انا لاحظت حاجة غريبة جدا ان الضرة معاندي بقالي الوقتي مثلا 6 سنين هوت انا لم اجد الى يومنا هذا الضرة مرض في يوم الايام او اصيب ببرد او اصيب يعني مع اني يعني ممكن اكون اهمل فيه وبربي تربية مكشوفة في البلاكونات مثلا او على السطر فبتلاحظ ان يعني لم اجد صعوبة او لم اجد انه في يوم الايام مرض يعني ده حاجة يعني يعني قوية جدا لهذا الببغاء انه عنده مناعة قوية جدا او ده يعني مميزات كتيرة جدا في البغبغاء دوت او يعني طيب الوقت نشتري البغبغاء دوت او لا طبعا انت الوقت لو انت بتشتريه من اجل التدريب فده بغبغاء كويس جدا مناسب لك لو انت بتشتريه من اجل التدريب فهو كويس جدا لانه حلو كويس في التدريب وعنده القدرة على الكلام وطبعا اليوم من دمت فيه انهيار للأسعار فانت ممكن تشتري الوقت فهتلاحظ ان الأسعار كويسة تعال بقى نشوف لو انت بتشتريه للتفريخ لا طبعا لو انت بتشتريه للتفريخ ما تشتريش جزل وحده او ما تشتريش قص لوحده لا لازم تشتري مثلا ايه مجموعة كبيرة عشان يقدروا يفرخوا عندك لان لما تشتري قص لوحده ممكن تواجه بعض المشاكل زي مثلا ايه تلاحظ مثلا ان ما فيش توالف ما فيش الكلام ده انما لما يكونوا يعني التربية الجماعية او انت مثلا جايب 3 اربعة جواز فبتلاحظ ان هما بيشجعوا بعض على الانتاج فبتلاحظ ان التفريخ بيكون احسن بكتير لما انت تجيب جزل وحده فجزل وحده ده ممكن يعني يكون فيه مشاكل كتيرة جدا ولو انت هتربي يعني للتدريب وللقدرة على الكلام يبقى الافضل ان انت تجيب ذكر لانه هو بيكون اجمل وبيكون عنده قدرة احسن وطبعا بيتميز بالطوق اللي يعني بيعطيه يعني كشكل جمالي وابداع رهيب جدا دية مميزات وعيوب تربية طائر الضرع اتمنى اكون جماعة لكم كافة المعلومات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته